دعونا نقن نظر أيضا على الصورة التالية التي لدينا كريستيانو رونالدو وأحدى الظهور لرونالدو بعد الهزيمة أمام المنتقب المغربي ووداع المونديال وهذه التدوين التي شكر فيها الدولة القطرية قائلا شكرا قطر في ختام كلماته التي ودع بها المونديال طبعا هو أصر على أن يظل باقيا داخل الدولة القطرية وأن لا يغادر الدوحة إلا بعد نهاية المونديال خاصة أننا نعلم حب شعوب العالم لواحد من أهم نجوم الكرة العالمية وهو كريستيانو رونالدو إلا أنه ذكر بأن الجمهور القطري مرحب به بشكل كبير بأنه يشعر بالراحة بالأمن بالأمان داخل قطر وأنه يود متابعة البطولة حتى النهاية وهذا الأمر نادرا ما يحدث يعني نجد بأن اللاعبين الذين هزموا في هذه المباريات يكون لديهم حالة من الاكتئاب من الحزن يودون العودة للديار في أسرع وقت بعد هذه المدة الطويلة التي جلسوا فيها خارج ديارهم إلا أننا نشاهد بالفعل رونالدو مدى إعجابه بقطر وبحفاوة أشعوب العربية المتواجدة في قطر وها هو في أحدث ظهور له يوقع على الأوتوغراف مع الجمهير العربية وتلتقط له صور تسجارية من جانب المعجبين وأعتقد بأنها تدلل على الأمن والأمان